أعربت الكويت عن إدانتها والسنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي من قنة تجاري بمحافظة شبوة وقالت وزارة الخارجية أن الهجوم الذي يأتي استمرارا للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في تعديها على المنشآت المدنية يشكل تهديدا لحركتين الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرق للمواثيق الدولية الأمر الذي يؤكد أهمية مسارعة المجتمع الدولي في التحرك لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها وأشددت الوزارة على موقف الكويت الدعم للجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة في سعيها لتمديد الهدنة بما يمهد للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يحقق للشعب اليمني تطلعاته بالأمن والاستقرار